أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الوصايا العشر ستكون على أكثر من فقرة الفقرة الأولى نبدأ هذه الوصايا العشر بقصة توضيحية وذلك لأن القرآن علمنا ضرب الأمثال ولا يعني ذلك أننا نتجاوز أمثال وقصص القرآن لا إنما نأتي من القصص ما يناسب أوضاعنا الحالية حتى نفهم من خلالها الحقائق الربانية التي قصها الله تبارك وتعالى علينا ورسوله وبين لنا الله تبارك وتعالى في هذه الوصايا الأسس الأساسية لدينه الحنيف فهو دين يسير سهل لا شدة فيه ولكنه لم يترك شيئا فيه مصلحة الفرد والجماعة إلا وأسسها على بنيان متين صالح لنأخذ المثال يذكر أن إنسانا وقع في الفقر قبل أن أتابع القصة أبدأ لكم ببعض الآيات التي فيها الوصايا العشر فيقول ربنا سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك موصاكم به لعلكم تعقلون الآيات إنسان أصابه فقر شديد كما يقول أهل الأدب عضه الضهر بنابه واشتد فقره حتى وصل به الحال أنه كان يسأل الناس يمد يده يعني ساعدوني فلا يعطيه أحد يبحث عن أي عمل يقوم فيه بخدمة يأخذ فيه شيء بزمن أرغفت الخبز ما يجد وبقي أكثر من يوم ثم اليومين بدون الطعام لعياله وذلك بعد أن أخرج من بيته لأنه ما في عنده يدفع إجرة البيت فوضع عياله في زاوية من زوايا الطريق وسترهم بقطعة من القماش زوجته أولاده ثم عندما اشتد به الجوع وبأولاده الصغار وهم يبكون لم يستطع أن يتحمل هذا الحال يموت أولاده أمامه أمامه من الجوع كما فعل الطغاة عندما حاصروا بعض المدن والمناطق السورية يقولون عن غيرهم عن الإسلام أرهابيون هم سبقوا الأرهابيون هم المجرمون ليسوا الأرهابيين فقط حاصروهم حتى أصبح الإنسان يأكل الفقر ويأكل القطة ويأكل الحشائش ويرى ابنه الصغير يموت من الجوع أمامه فلا يستطيع أن يفعل شيئا هكذا يفعل الطوغين هذا حكم المخلوق أيها البشر أما حكم الخالق فتضيق صدور الكفار والفجار عن فهمه والانسياق لحكم الخالق لا يريدون أن يطيع الخالق سبحانه وتعالى المهم هذا الإنسان خرج من زاوية الشارع الموجود فيها أهله وأولاده وابتعد عنهم لكي لا يراهم يموتون أمام عينه وجلس على الرصيف مطرقا وكانت الدموع تنهمر من عينيه فمر به إنسان محسن كريم لماذا نصف الإنسان بمحسن كريم لأننا سنرى أحسانه وكرمه بعد ذلك مر به إنسان محسن كريم فقال السلام عليكم فقال له هذا المسكين الفقير اذهب يا أخي اترك لي بحالي استغرب عاد إليه وجلس بجواره وقال له يا أخي ماذا فعلت لك أنا أقول السلام عليكم لماذا تصيح في وجهي قال له أنت ما بتعرف ما أصابني قال ما هلأ شيء هنرفني ما أصابك قال له ما في حدا بساعدني وما في حدا منيح مثل بعض الناس اللي بشوفوا مصيبتين ثلاثة وليس ما في حدا منيح لولا وجود الخيرين كان الله حرقنا المهم قال له يا أخي قل لي مشكلتك إذا كنت أستطيع أن أعينك فأعينك ما أستطيع أساعدك ولو بشيء بسيط قال له صلي يومين وهذا التالت بلأ أكل أعيالي عموته بالجوع أنا جلستفون ماذا أعلمان قال له مشكلتك مشكلتك إشكالك حله عندي ولكن لي شروط قال له اشترط ما تريد وأعطيني أرفة من الخبس اشترط حياتي لعل أولادي يعيشون قال له لا يا أخي لا أشترط حياتك ولا أريد موتك بل أريد أن أعمل خيرا فهل تسمع مني قال نعم أنا بأمرك قال أنا عندي أرض تستطيع أن تسميه بستان كبير وفيه بيت جيد واسع وفي هذا البيت من كل حاجيات يحتاجها الإنسان الذي يسكن فيه وهذه الأرض الزراعية تستطيع أن تسميها بستان أو جنة فيها من كل أنواع المزروعات من المزروعات إلى الأشجار المثمرة إلى غيرها إلى آخرهم فأنا أريد أن تعمل فيها قال له أبو سئلك شغلني قال لا تستنم الأرض وتنفز الشروط قال له مستعد قال اركب في سيارتي هات عيالك جابوا من الشارع عكبه في السيارة طار عالون اشترى لهم كيلو خبز يأكله على الماشي حموتهم الجوع وشربوا معه ماء وانطلق بهم بسيارته إلى طرف من أطراف المدينة ثم فتح الباب ودخل أرضاً بستاناً كبيراً فيه الأشجار المثمرة فيه الثمار فيه من كل كما وصف الله سبحانه وتعالى صاحب الجنة فيها من كل الثمرات وفيه منطقة للأبقار اللي بدأ يستفيده من اللبنة ومن هذا وفيه منطقة للزراعة والقمح وفيه مخزان وفيه تخل على البيت وإذا به فيه كل شيء حتى التلاجئ فقال له تستلم هذه الأرض وتديرها وتعمل بها وتدان من خيراتها وثمراتها على أن تنفذ هذه الشروط هات ورقة جاء بشترك ورقة وكتب الشروط قال له اشترث ما تريد تريد أموت موتني وعيش عيالي ما اريد تشتغل زوجتي تشتغل قال له لا يا أخي لا أريدك أن تموت ولا أريدك أن تتعب زوجتك الشروط هي أولا تعيش في هذا البيت مع أسرتك وأولادك وتتمتع بزوجتك ولا تسهر خارج بيتك لأكثر من ساعة كذا في عمل مهم ولا تعاشر امرأة أخرى غير زوجتك قال له يا أخي أنا معي زوجتي حتى ألوالا غيرا قال أنا هذه شروطي طع الشرط الأول تعيش مع أولادك وزوجتك في البيت ولا تتجه إلى جهة أخرى لا يحلها الله قال هذا الشرط لمصلحة ما هو شرط لك هذا شرطي الشرط الثاني لا تأكل مال حرام ما تغتصب أموال الناس لا تغتصب أموال الناس ولا كذا ولا كذا مهم الشرط الثالث فلان وفلان وفلان هم شياطين للإنس قد يمدحوك وقد يغروك من أجل أن يستفيدوا منك فيسخروك للحرام فتترك بيتك وتتبع طريق الحرام هؤلاء أعدائي وأعداؤك فابتعد عنهم بقدر ما تستطيع أن استطعت أن إذا مرأت بطريق كانوا فيه تروح طريق آخر قال له أبدا هذا شرط بالأجلي الشرط الثالث ما تشرب الخمر الشرط الرابع كذا وكذا عدد عليه أشياء كلها لمصلحته ومصلحته السلط الشرط السادس السابع أن تعلم أبنائك وتصرف عليهم تبعتهم من مدرسة يوم مصروف حتى يتعلموا وصيروا أشخاص يقول له يا أخي إن شاء ما اصدحت أولادي إيش شرط قال له هذه شروط بعدما أنهى شروطه قال له كم أجرت فيه شاب دل تعطيني إجراء أشتغل قال كل ما تنتجه هذه الأرض هو لك إن زاد معك شيء عن مصروفك الطبيعي اللي بيصرف منه الإنسان كأنه مالك للأرض إن زاد شيء تعطيني إياه وإن لم يزيد لا أريد شيئا قال له يا أخي أنت يعني ملكت الأرض قال نعم أنا أريدك أن تشتغل وتستفيد الشرط المكان الذي أنت فيه كما دخلت دخلت لا تملك قرش تطلع لا تملك قرش هتقول صار عندي مال وسيارة لا أبدا تخرج كما دخلت إلى الجحيم قال له مستحيل أنا ما في عندي عقل ممكن أخالف مصدحتي مستحيل أخالف مصدحتي قال له طيب وقع شهود وقع قال له خالفت التعليمات تطرد بدون قضاء نعسن هذا الاتفاق بيناتنا بجي الشرطة بشيروك لبرة أنت وعيالك قال له مستعد تركه في البيت ومشي صار يفتح عيونه يقول له لزوجته هون عبي ياكلوا من السمار من المشمش من التفاح من كذا قال له هل نحن متنا ودخلنا الجنة ماذا جرى معقول في ناس فيها الطيب فيها الخيرية وفيها الكذا قال له الله سبحانه وتعالى بعته عاشوا في حياة سعيدة وهنيئة وسجل أولاده في المدارس وكلما يشوف الأشخاص الفاسدين يبتعد عنهم إذا سلموا عليه قال له عليكم وتم ماشي كلما يجلس يأكل في هذا البستان العظيم ينذكر ويذكر أولاده وزوجته ما شاء الله يا بنت الحلال إيش هذا الرجال طيب لو لا أن الله أرسله لنا وحن القلب علينا كنا الآن حطونا نحن أولادنا في القبور وقول له يا الله كلما يأكلوا أكله يتذكروا كلما يعملوا خير يتذكروا كلما يفلحوا كلما يشتغلوا في الأرض يتذكروا وهكذا حال المؤمن الذي فطرته تدله على الله الخالق فكلما أكل من ثمار هذه الأرض تذكر الله الذي سخر له السموات والأرض كلما أكل لحما تذكر الله أنه خلق له الأنعام والأنعام خلقها لكم فيها دفع كلما شرب ماء تذكر أن الله والذي قطر له الماء من مياه البحار وأمطرها عليه ثم نزلت في الأرض خزانات وخرجت نالية هذا هو حال المؤمن أيها الإخوة ولكن ماذا يجري إذا انحرف المؤمن وأطاع شيطان الإنس والجن كما يجري مع هذا الإنسان بعد فترة من الزمن كان إذا رأى صاحب الأرض من بعيد يسرع إليه ويسلم عليه من قلبه هو مسرور فرحان هو سبب نعمته هو أصل نعمته هو أصل حياته مرهت الأيام غني الإنسان هذا الشخص صار عنده مال استسمح صاحب الأرض ويشتري سيارة قال له ويش عليه هاي حاجيات أصلية تصبح لا دخل مدرسة يشتري ما زاد عنده خسره شيء بلا اشترى سيارة وصار كابر إن الإنسان الرأاه استغداء صار يتقرب منه بعد ما ظالت عليه الأموال والخيارات يتقرب منه هذول شياطين الإنس والجن اللي قال له لا تمشي معهم ولا تسمع منهم فصاروا يتقربون منه أهلين أبو فلان والله أنت ما في منك ما شاء الله كما يقول المثل خدعوها بقولهم حسناء والغواني تغرهن الثناء اللي عقله صغير بقول له ما شاء الله عليك أنت ما في أسكن منك ولا في بصدق ما في أسكن منه لا يا أخي في أسكياء وفي أغبياء في هالكون أما ما في أسكن منه لا مثل ما قالوا له لبشار الأسات في المجلس النيابي أنت لازم تحكم العالم كله خليه أخذوه يحكم ترحل المشكلة كلها شوفها الجهل وبصدقه كمان الجهلة المجانين بصدقه لم يقول له يعني أنت ما في أحفام منك كذا بصدق أنه ما في أحفام منه فشيئا فشيء صار يطمأن إلى هؤلاء اللي قال له لا تمشي معهم ويبدأ يعني ينفر قلبه من ذاك ليش ينفر قلبه من المحسين لأنه بدأ ينحرف العبد المسلم المؤمن عندما يبدأ ينحرف المعاصي صير بالأول خاف من الله لا يقوم عزبه بعدين لما بأسى قلبه المعاصي تجره للكفر صار بيطي الشياطين الإنس والجن ويترك الله على طرفه وإذا واحد نصح أقول لسكوتيا حاجزا أنه ساعة القلبه ساعة ربك متى تخلص الساعة لقلبه ما بتخلص وساعة ربه ما يوديه ليدفعه المهم هذا الرجل شيئا فشيئ ما لا يدها ولا للأشخاص ثم في يومنا الأيام بعد ما شعروا أنه استلطفهم واستلطفوا دعوا إلى وليمه المفروض حسب توصيات التعليمات ما يروح يعتذر أصروا عليه هاي الحفلة من شانك أنت إنسان زكي أنت صدى زكي راح العزيم ما هيئين فتاة من أهل الفساد أكلوا شربوا صرفوا عليه وإلى آخره كذا بعدين قالوا له هيا يعني صديقتنا تفتلة فتلتين هيك بتنزعج ما ما بدنا يعني يعني إذا بتنزعج بس شوي بالأول قالوا لا يعني أقوله بس شوي آمد شوي يعني خجل كذا حاج لا تزعج يروحي راح في المرة التالية استمرأ هذا الإنسان الزوجي ما بتستطيع كل يوم تترك خدمة أولاده وبيته وكذا ترقص له فظن إنه هاي أحسن من زوجته مع أنه ربما تكون زوجته رجلة أشرف وأفضل وأطهر وأنظف من هذه الفاسدة الفاجرة المهم أيها الإخوة ما لا إليهم أكثر فصار هو يطلب يساوي له الحفلة صار ينفق عليه جابوا له هذه الراقصة الأسوة ما في مانع هو إنسان ما بتشدد يعني ما متشدد لذول ما بتشدد أول في الدين ليتركوا الدين بعد ما بتشدد أجيت رقصته كذا قالوا نحن نشربك شوية خمر ما بتشرب ما تحرج حالك نحن من حبكم قالوا لا تشوي شري بالخمر إذن صار يحضر مجلس الرقص مشي مع شياطين الإنس اللي قال له هذول أعدائك صار يشرب الخمر يرجع البيت متأخر اللي قال له لازم تسهر مع عيالك متسهر هوليك كان يرى هذه الشروط لمصطحتي ومصطحة عياله ما بقى عندنا مصطحة عياله ولا مصطحة شي راح القلب مال مثل ما قلب الكافر والمنافق ميل عن الله إلى الدنيا يرجع يرجع بنصط الليل سكرا زوجته لك يا أبو فلان خرسي أبوك يا أبو أبوك تقدمي صار الإنسان صار يتمتع بغيرة صار إنسان إنسان ممتاز علماني هذا ما دين هذا دين للشخص ما أعجبه دين آخر المهم علم به صاحب الأرض فما أحب أن يؤذيه ويطرده مباشرة لأنه خالف تعليمات يطرده ولكن ترك له المجال مثل ما ربنا سبحانه وتعالى قادر اللي بعصي يدمره اللي بكفر يؤتله يموته لا يترك له المجال عساه يرجع إلى الحق ويرسل له الرسول ربنا سبحانه وتعالى فهذا الرجل المحسن قال الله أرسل له إنسان فاضي يذكره عسى أن يعدل طريقه وخذ لي عايش هو عياله مسرور وأنا ما أخسر عليه شي الأرض ما لي محتاج إلها أرسل لهم مرسال ما تقول عوام رسول يعني فجاء هذا الرسول وقال له يا فلان يعني أنت تتذكر فلان قال له إيه يعني إيش بو إيش بده مني ما بده منك شي فيه تعليمات وعقد بينك وبينه قال له ما يعني بيستعبدني بالعقد قال لي يا أخي مو أنت الطريقة أن تفعل كذا وتفعل كذا ليش عبت خالفين أنت إذا فعلت هذا بتضر نفسك قال له لا ما حد تضر نفسي إلا الله إلا إلا ما حد لا بقدر تضرني أنا حر أنا بعمل ما أشاء قال لي أخو تعمل ما تشاء ولكن أنت منضبط بشروق الأرض ما هي أرضك والبيت ما هو بيتك لما منقول لنا الناس يدعيون الله ولك يا أخي هذه أرض الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني هذا الله أخرج لكم إياما ما تنبت الأرض الله خلق الأنعام ترعى في الأرض وخلق لها ما تأكل حتى تأكل أنت يا إنسان وتتغزى لماذا تهرب من ربك وتذهب إلى الشيطان شيطان الإنس والجن وتطيعه أنا حر أنا علماني لا ديني ما بده دين الحق بده دين الباطل طيب المهم هذا الرجل يأتيه بالحسنة يا أخي أولا يرضى عليك انغرب كلام الشيطان يقوله أنت بتفهم قال له يا أخي بعدين تخسر الأرض قال ليش بخسر الأرض ما بخسر شي هالأرض ما صارت إلا بإنتاجي وبيعملي يقول لك مين خلق لك الأراض مين أعطاك الأراض مين أنبت الزراء أنتم أنبتتم شجرتها أم نحن المنبتون هذا بنساه شياطين الأنس والجنة أنت بتفهم لو لا أنت ما أنبتت الأرض أنت اللي فلحت وأنت اللي زرعت والأرض لمن زرعها أو ما بعرف إيه طيب قال لي يا أخي أنا بحذرك أنت خالفت الشروط ونصيحتي ما عبتسمعها وأنا مرسل من عند صاحب الأرض إن لم تهد إلى طريقتك التي اتفقت عليها مع صاحب الأرض ستطرد وسيطلدك قال له روح أنا ما بخاف أنا ما بعرف إيه شو من صاحب الأرض يستعبدني اللي بطلع بإيده سايب إجراء وهجب عليه بدأ ضربه وقال له لا تضربني ولا شيء مثل الأناس اللي بدأ يضرب الرسل أو يقتلوهم من بني إسرائيل يقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء ويقتلون الذين أقلونا بالقصة من الناس قال له لا تضربني لا تقتلني خيو ما أنا إلا مبلغ عبابلغك رأي صاحب الأرض طيب النصائح اللي أنت بتفق عليها وعندك نسخة منها تبهى ونامت ما بطي اصطفى سلام عليكم راح قال له لصاحب الأرض والله هذا الرجال ما في خير ما في فائدة منه تصل بالشرطة جمعوا له تيابه اللي بسه هو أولاده مع السلامة السيارة راحة والدنيا راحة مثل ما الإنسان لما بطلع من الدنيا هذول هات طغاط الكبار والصغار واللي بيأكلوا الدنيا بالدين واللي بدون سيارات المرسيديس بيجي الله بطالعوا من هالأرض يعني ما عودتش الأرض بيجي ملاك الموت بضروحهم لسواهم في الطراب يبقوا هذاك الوقات يشوفوا إذا كان هنه أفل مفلحين وماشين وعب شوفوا منامات هنه نطاغوتن داخل جنة من عرفانين أن أمثال هؤلاء منامات تفسر بالعكس داخل النار هنه نطاغوتن هذه قصة الإنسان على الأرض أيها الإخوة أيها الناس هذه قصة الإنسان على الأرض أرسل الله للناس الرسل ووضع لهم قواعد تعليمات كما قلت لكم في مرة من المرات أصانع السيارة وضع تعليمات هنا تصب بالزيت بشأن ما يحترق المحرك هنا تصب الماء بشأن حرارة المحرك هنا تفعل كذا هنا تضع شحم هنا تضع فإذا خالف دفتر التعليمات هو حار ليسمع كلام اللي صانع السيارة ما بده كمان هؤلاء الجهل ليش الله سماههم جهلية جهلية لأنهم جهلوا ربهم تعليمات إجتهم من عند الخلقهم ما عجبتون لدي أخذوا تعليمات من الشيطين من شيطان الإنس والجن اللي أغرأ أبينا آدم وقذب عليه وحلف أيمان كاذب كما تكذب وسائل الإعلام في القرن العشرين قال سماهما إني لكم لمن الناصحين حلف لأبونا آدم يمين أنهم من الناصحين فدلاهما بغرور وقعه بالمعصير لذلك أيها الإخوة هذه القصة ينبغي ألا ننساها ونصور أنفسنا فيها الله خلقنا في هذه الأرض فماذا أمرنا ماذا حرم علينا وماذا أباح لنا أشياء بسيطة سهلة دين حنيف دين يسر ما حرم علينا إلا الأشياء التي تضر بنا أول شيء حرموا أن لا تشركوا به بالله شيئا شيئا من الأشياء الحرية الحرية الحقيقية ما نأخذ نترك عنتر ونتبع الزير نترك حسن مبارك أو نأخذ حق بالسيسي لا أثنينة طواغيت ومستبدون ويقتلون الناس حتى يخضعوا لسلطانهم نترك حقم الجميع ونخضع لله ولو متنا في سبيل الله فنحن في جنة الخلد في الآخرة وإذا نصرنا الله فنحن في عز الحياة الدنيا لأننا نعيش الحرية الحقيقية في لا إله إلا الله ونبدأ في تفسير الآيات بعد هذا المثل في المستقبل إن شاء الله والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر